اشتركوا في القناة كما ثبت لدينا ان لله عز وجل اولياء ولمعنى اجنه ولمعناها نصير ينصرك ويعينك ويقف معك وربنا سبحانه وتعالى ولي المؤمنين كما قال الله عز وجل ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والاولياء في القرآن عندهم آية استعملها الصوفية في نشر ضلالهم وباطلهم وفهموها فهما على حسب فهمهم بغير فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء المعتبرين قال الله عز وجل في صورة يونس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فاثبت الله عز وجل ان له اولياء يطيعونه ويفعلون اوامره ويتنبون نواهيه وان هؤلاء الآية 34 قال اذا ظهر لانسان خارق من خوارق العادات كأن يطير في الهواء انا بفسر لك في كلام الامام او يمشي على الماء هذا لا يدل على انه ولي لله ولا يجوز لك ان تقول ان فلانا هو ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى قال لانك لا تقول ان فلان ولي الا اذا ايقنت انه يموت على الايمان لغاية ما تقطع ان فلان يموت على الايمان وعلى حسن الخاتمة وانه سوف يدخل الجنة هل بتقدر الان تجزم ان البرع في الجنة بدليل ما غلات ما في الجهال كتار نقول لك اي خش الجنة كيف جابه في جريتة الدار يا ظهل ده ما دليل التمسكين او واحد يقول لك ما السودانين كلهم قالوا كويس السودانين ايا السودانين حديث ما حديث يبقى ما تدخل الجنة ساي ما تدخل ساي ما عليش لو السودانين اختلفوا انه هالخش جامعتهم درمانة للسامية ولا النيلين ولا الاحفاد ما عليش انه ممكن تقول السودانين لكن دي الجنة انت بتلعب ساي ولذلك العلماء قالوا الولاية نوعان ولا يقطعية دي الثابت بالنصوص او بكر الصديق وليه في ادلة مش دليل ادلة ده فيه رد على الشيعة عمر بن الخطاب ولي فيه ادلة وهكذا اما الناس الموجودين بعد الصحابة وبعض من اثبت لهم صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم انهم من الاولياء زي ويس القرن تعني ما بجوز لك تقول انه فلان وادعلان وله الا اذا انت بتجزم انه دخل الجنة رفت ودنع التاني من انواع الولاية وهو الولاية المظنونة ولذلك جاء في حديث اه وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه انه لما توفي جاد امرأته فقالت بصحابية رضي الله عنها شهادة عليك ابا السائب لقد اكرمك الله في امتال انه وافى الله سبحانه وتعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ركز في الحديث ده شديد النبي عليه الصلاة والسلام قال لها والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل الله بي ولا بكم ولكني ارجو له خيرا فقالت والله لا ازكي احدا بعدك دي صحابية والصحابي زوجها رضي الله عنه مجمعين مات في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته لبصلاه سلم يكون دعاليه ومعاه الصحابة اتقال المعاوديل فيهم بتاع انتم باك واحدين معلقين حجبات لا كلهم صحابة كلهم من اهل الجنة صلوا عليهم كلهم من اهل الجنة في امتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ولكني ارجو له خيرا انا قال لها مع انه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني ما ادري ما يختم الله ليه ولكني ارجو له خيرا الان اجيك شيخ الطريقة المكاشية او الكباشية او السمانية او التجانية يقول لك من رآني يوم الاثنين او يوم الجمعة فانه سوف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذب اين هذا من عثمان بن مذعون ومن زوجه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتى زي ما قال التجاني قال ومن قال قال ومن اكل طعامنا دخل الجنة واحمد الطيب البشير قال عبد المحمود يحكي عنه قال ومن دفن بيني وبين الشيخ الطيار قال فانه لا يعذب امتى بس يدفنوا ده قبر احمد الطيب وده قبر الطيار المحلل في النص دي دي كلها دي منطقة ممنوعة من العذاب كلها دي ببر العذاب المحلل دي كلها يازال دي الجنة المحلل بينكم الاثنين دي الجنة شان تعرفوا اللي بتاعصفية شان كده العلماء ذكروا من الفروقات كما ذكر الشيخ الفوزان من الفروقات بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ان اولياء الرحمن الولاية بتاعتهم وما يدبع ذلك إن أكرمهم الله بكرمات إنه بكون سبب الإيمان والتقوى أما الشغل بتاعنا سبوك الشيخ بكون السبب بتاعه الفسوق والكفر والضلال أبوك الشيخ أقول لك أنا بطير في الجو بطير ليه لأنه في جن شايله بكون يتقرب للجن بأن يكتب القرآن بالنجاسات أو أن يهين المصحف أو أن يهين آيات الله أو تلقى الشيخ 13 سنة ما صلى العصر ما لك يا زول أنت عندك عذر شرعي لا حايد لا أنت الشيخ نفسه لا ما لك ما بتصلي ما لك يقول لك طبعا دي أسرار أسرار تعيشون يا زول ما في أسرار يا زول الدين ما في ويسر أو عيغشك يكذب عليك فده شغل بتعليب في إمتى ده المغامة الأول المسألة الثانية في الفرق بين الأولياء بتعين الرحمن كراماتهم وأولياء الشيطان كراماتهم إن دي الأولياء الرحمن بيستعينوا بها على طاعة الله أو على أمر مباح كما حصل لواحد من الصحابة العلاي بن الحضرمي رضي الله عنه كان في جيش من المسلمين ويغزوا في الكفار وبناتهم في بحر فدع الله سبحانه وتعالى وقال للناس رح نقطع البحر في إمتى الناس قطعوا البحر بالأفراس في إمتى وبيكور عينهم لغاية ما ماشوا بيغاد ده وقع من صحابة جليل عشان يسووا به شنوه ده كله عشان يعني يقاتلوا الكافرين ويعلوا كلمة الله أما أبوك الشيخ بيقول لك آه خطوة هنا وخطوة في جبل المالح وخطوة في جبل القاف لأنه في ذل نادى الشيخ والشيخ دائر يمشي الحقه زي ما قال المكاشفية في كتاب اسمه قصيد ودراحمة قال في قولة يا كالبرق لح أبوك الشيخ زي البريق قال بيجيك زي البريق بس مما تقول يا قبل ما تجيب المكاشف تلقى المكاشف جاك كالبرق لح أبوك الشيخ يغطي الكون بيجنح في إمتى وربنا سبحانه وتعالى قال آه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ضربنا ما المكاشرية ولا التجانية ولا السمانية ولا القادرية ولا غير من أهل الباطل ومن أهل الضلال الصوفية ما قادرين يسوى حاجة لكن بيوهموك إنه الصوفية متحكمين في الكون وبيتصرفوا في الكون وإنه الصوفية الزل لو ناداهم من بعيد بلحقه زي ما بيقول محمد المنتصر الإزارك الصوفي البليد طبعا الصوفية عملوا اجتماعات كثيرة جدا وقاموا قالوا كده أخوانا التصوف ده في السودان الناس كتار بدوا يخلوه مع الضغطة بتاعة المعيشة في إمتى ونت الفتح وكده صح في صحاليك بيحضروا أفلام سيكس لكن الصحاليك دي ذاتهم بيقعد بيبتلقي بيحضروا لهم محاضرة في التوحيد ما بيمشي لأبوك الشيخ قالوا في ناس كتار أن ندرس البلد اللي حاصل فيه شنو قالوا في واحد اسمه حامد بابكر ده بلتاي ما بيغنع ناس خليناه في واحد في سوق ستة اسمه حميدة ده دلوكة دار ياكل ما بيغنع الناس جابين واحد اسمه لزيري وما عنده حاجة لكن عمله له هالة إعلامية يقول لك سيفه أهل السنة والجماعة والصوفية في السودان في إمتى تقولني ميري وما عنده أي شيء كيسه أفضى من فاضي ذاته ما عنده أي حاجة لكن جاب يجيبه لك جوه التلفزيون أو جنبه نسوان والله جنبه نسوان تلقى مختلطات ده وقعدات مصقعة ده وده ما فاهم حاجة يا مرة يا مسكينة أمشي عوسي للكسرة بتاعتك ده ما عنده أي حاجة ده بيخرب عغيتك في إمتى فليقول ده المساكين ساي ده يستعان بأصدغام بريطانيا وماشه جاب له واحدة طرطولة إنجليزي كله ما نفع في إمتى فعشان كده أخواننا الآن بدوا ينشروا الكلام في الإذاعات وفي القنوات السودانية يقول يا أخواننا نحن دارين التصوف بدأ ينتهي ولابد من محاربة الوهابية ويا زال التمسكين أنا نحن نشوف كلام للك واحد شفت يا صوفية أنا نحن نجيب كتبكم ده المكاشفية والبرعي والصايمبيمة وغير من الطرق ونجي نعمل مناظرة قدام المجتمع السوداني شأن الأمة الإسلامية دي تعرف الحاصل يعرف إنه يجوز ينادوا الأولياء ولا ما ينادوا الأولي بيعمل أي شيء ولا ما بيعمل بيستدل بحديث حديث صحيح في صحيح الإمام البخاري من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يقول لك بس أقف هنا يا زول أنا سأقلي بأسوالي تقول لي أقف هنا أنا بأصل حديث للنهاية تقول أني مبتدع ولا شنو في إمتى؟ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الولي المذكور في الحديث القدسي ده منه ده ده البرعي؟ لا ما البرعي عرفنا كيف ما البرعي؟ لأنه البرعي داعي بتاع الشرك يقول ليك الأولياء بيعلموا الغيب جوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علم بالغيب باطن وظاهر وربنا سبحانه وتعالى في صورة هود لإبطال الكفر والزندقة تحت البرعي وكل الصوفية ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة نوح في صورة هود ربنا قال تلك من أنبائي الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة نوح قال للرسول صلى الله عليه وسلم القصة دي من قصص الغيب لا أنت كنت بتعرفه ولا قومك قبل الغرآن والوحي ما كنت عارفا وهذا هو معنى الآية من صورة الجن لأنه الصوفية بيستدلل استدلال بليد بالآية من صورة الجن وما فيها لهم دليل ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول يقول لك بس شايف إلا من ارتضى من رسول آه حميدة بيعلم الغيب طيب حميدة رسول نزلوا عليه كتاب في متى البرع رسول ربنا قال إلا من ارتضى من رسول شاكد قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين لشان كده ربنا زي ما قال شيخ الاسامي بن تيمية قال الكرامات وخوارق العداد تدور حول ثلاث أمور حول علم الغيوب أو حول القدرة رفتة والتأثيرات في متى ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من كل هذه الأمور في صورة العراف العراف جريت يا صوفي يا لزارد أجاب إنك مخسرين في الكاميرا ساي خسرت الكاميرا والله في متى قال في صورة العراف كما أمره الله ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلم الأمة قل لا أقول لكم أقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمن لما تجي تلقى الصوفية يقول لك لو لي بيعلم القبور يعلم ما في الغيوب ويعلموا في القبور ذاته زي ما جاء في كتاب آآة السمانية بتاع عبد المحمود نور الدائم بتاع زهير الرياض إنه الشيخ كان ماش بالفرس بتاعه في سنار والجماعة ماشين وراه وقف جمقبر حديث حديث الدفن ما حديث الولادة المهم قال فضحك الشيخ الجماعة صدقوا إنه عرف الجوال القبر في متى دي زي ها حكاية بيحكوها عن واحد من ماشيخ الدعوة السلفية الزمان اسموه حسونة شيخ حسونة ما تحسونة واحد صوفي قال ليه أبونا الشيخ أو الشيخ مصطفانادي قالوا له أبونا الشيخ قال ليه أنا بديك كرامة صدقتها صدقتها ما صدقتها سكيني دي بتأكلك قال ليه أحكيها قال له الشيخ نهو حسن واتحسونة عنده مريده مات لما اندفنوه الملكين سألوا من ربك قال لهم حسن واتحسونة ما دينك حسن واتحسونة ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم قال حسن واتحسونة قال الملكين ما شوه طبعا ده وزول جاهل ساكن الشيخ قال له طيب عرفنا ها حسن واتحسونة كان معه ايه تعرفتك كيف قال ليه توهابي وفعت منه ما ما في دليل فيمتى ده جابه في كتاب أزاهير الرياض بتاع السمانية تقدر تناظر على الكلام ده يزارك اقدر بتاع قناة أم درمان حسين خوجلي ذلك التمساح في شكل جرينتية تقدر تفتح لنا برنامج فتح لنا برنامج تيسة كده عشر دقائق فيمتى اما تقدرنا نلف عليك مع المكرافون ونقطع لك السلوك بتاعته للستوديو بتاعك فيمتى قال انه وجف قال جمقبر فقال لهم وقد سأله آه ما لك ضحكت قال لهم الرجل من الفونج داري واريك انه بيعلم الغاب يعني الرجل من الفونج فقيل له نعم صح الشيخ بالله عرفت كيف ولا كيف ها قال لهم الله طبعا لما سأله الملكان يا زل الملكان ده قاعدين امتعنوا في جامعة الخرطوم قال لما سأله الملكان فقال له من ربك قال لا اله الا الله محمد رسول الله ما دينك لا اله الا الله محمد رسول الله هذا يطلعي على الجداد ما تقول في الرجل لا اله الا الله محمد رسول الله قال الملكان قال لي خلاص دي ما الشينا لك كده ابدا من جديد يا زل يا ناس ده القبر ولا ده سوك ستة ده بتلعب علينا نحنا شوف القبر ده فيه اسئلة واحدة ده من الاستهزاب الدين فيمتى ده استهزاء وفيه لوازم كفرية كبيرة جدا في امتى الحاصل شاكده ما بتقدر تستضيفه قال فقالوا له من ربك تاني من البداية قال لهم وهات المك بابدال الحق بدل يقول وحات قال لهم وهات وانا ما اعرف الاخرة هل الكلام فيه باللغة العربية ولا بالدارج والرطانة وفي امتى وجوه انجليزي يا زول انت بتتكلم كيف في امتى الاخرة دي حكامة براه قال فقالا له من ربك قال وهات المك ما اوريكم يا زول انت انا قلت لك ده انا اعرف سحر سحر بتاع عربية قال وهات المك ما اوريكم قال خلو خلاص زولي اخوانا كنجر 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 ما في حاجات بتجي تنجمك انت والكتب الكلام ده كل كفر بالله سبحانه وتعالى ولذلك اولياء الرحمن يستخدموا هذه الكرامات وما اعطاهم الله من الخير في نفع في نصرة الاسلام او ربنا يثبت بهم او يظهر كرامة الولي ومنزلته ولا يجعل ذلك الولي 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 ولي نفسه مغترا في امتى ما بيغتر بنفسه ما فولي من اولياء الامة اويس القرن من التابعين النبي صلى الله عليه وسلم في صح مسلم قال لي عمر بن الخطاب لو لقيت قال له لما لما يتقدم الامر قال لي بيجي رجل من اهل اليمن يسمى بويس القرن لو ام هو بار بها كان ببرس فبرئ الا موضع درها الصفات دي قال له لو لقيت اويس القرن خلي ادعو ليك الله المهم عمر بن الخطاب لقاو ويس القرن فيعني عمر بن الخطاب لما قال له ادعو لي ربنا سبحانه وتعالى عشان يغفر ذنوبه لما قال له ادعو لي الله عشان يغفر لي ذنوبه ويس القرن استغفر له قال ثم اختفى ويس فلا يدرى ما خبره طوال الدسة لكن اللي لا يجي زي الحميدة يا اخوانا نحن اولياء الله ونحن عندنا هنا اي علاج علاج بتاع لو كان بتشرب بنجو عندنا لك علاج عندك قلب بدل تمشي شارع المطار عندنا لك علاج سرطان علاج مرتك ما بتسمع كلامك قربت تطلقة علاج ابتك ما عرست علاج في امتى? عشان كده قبل فترة عندنا عندنا لو فيديو موسق اخوانا والسغلو زول ما سيكلو بيت قال نوريكم نوريكم قال ومشاكل مع بشرة فيمتى? اذا اختلف للصان ظهر المسروك فيمتى? مشاكل مع بشرة بشرة بشتغل بالصباح ده بشتغل عيادات مسائية والاي وده بعد مرات بيجي قبال بشرة بعد الصبح ولعب طويل جدا واحد من اخوانا وراني المقطع لما لو في بيت ما عارف جابه من وين? وقال لا انت عندك جن دارقنا على الناس ومتفق معها هزاته هزاته تتبع بصرعة فيمتى? قام مسكة كده والله يا زيل بن فخلة في عجل هجرة تحد وبقى يقري ليه اخرج اخرج انت تخرج سنو كذاب ساك فيمتى? الجماعة صدقوه عشان يجي يشتروا من العلب بتاعته دي فيمتى? وده كله شغل بتاع العب ودجل ولذلك اولياء الله ما بيعملوا سوق فيمتى? اه محلات اولياء الله لتجارة علم الغيب ما في كلام زي ده فيمتى? وينزول ينصب نفسه اله مع الله سبحانه وتعالى اكون لي اخوانا من الضلال والباطل انا اقدم اخونا الشيخة وبكر اقدم مجزي امشه